بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الخامس عشر من دروس تفسير سورة طاها للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الثالثة والستين وما بعدها إلى الآية السادسة والستين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولا نزال في المسألة الأولى من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما وخصصها لبيان الأوجه التي ذكرها النحات في تصحيح قراءة الجمهور إن هذان لساحران وقد فرغنا من عرض الوجهين الأول والثاني ووقفنا عند الوجه الثالث من الأوجه التي ذكرها النحات في تصحيح هذه القراءة حيث يقول الإمام الوجه الثالث في الجواب أن كلمة إن ضعيفة في العمل لأنها تعمل بسبب مشابهة الفعل فوجب كونها ضعيفة في العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الأصلي وهو الرفق المقدمة الأولى أنها تشبه الفعل وهذه المشابهة حاصلة في اللفظ والمعنى أما في اللفظ فلأنها تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الأسماء كالأفعال وأما المعنى فلأنها تفيد حصول معنى في الاسم وهو تأكيد موصوفيته بالخبر كما أنك إذا قلت قام زيد فقولك قام أفاد حصول معنى في الاسم المقدمة الثانية أنها لما أشبهت الأفعال وجب أن تشبهها في العمل فذلك ظاهر بناء على الدوران المقدمة الثالثة أنها لما تنصب الاسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لما صارت عاملة فإما أن ترفع المبتدأ والخبر معا أو تنصبهما معا أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس فهذه أربعة احتمالات والأول باطل لأن المبتدأ والخبر كان قبل دخول إن عليهما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخولها عليهما لما ظهر لها أثر البتة ولأنها أعطيت عمل الفعل والفعل لا يرفع الاسمين فلا معنى للاشتراك والقسم الثاني أيضا باطل لأن هذا أيضا مخالف لعمل الفعل لأن الفعل لا ينصب شيئا مع خلوه عما يرفعه والقسم الثالث أيضا باطل لأنه يؤدي إلى التسوية بين الأصل والفرق فإن الفعل يكون عمله في الفاعل أولا بالرفع وفي المفعول بالنصب فلو جعل الرفع والنصب هاهنا كذلك لحصلت التسوية بين الأصل والفرق ولما بطلت الأقسام الثلاثة تعين القسم الرابع وهو أنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهذا مما ينبه على أن هذه الحروف دخيلة في العمل لا أصيلة لأن تقديم المنصوب على المرفوع في باب العمل عدول عن الأصل فذلك يدل على أن العمل بهذه الحروف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض المقدمة الرابعة لما ثبت أن تأثيرها في نصب الاسم بسبب هذه المشابهة وجب جواز الرفع أيضا وذلك لأن كون الاسم مبتدأ يقتضي الرفع ودخول إن على المبتدأ لا يزيل عنه وصف كونه مبتدأ لأنه يفيد تأكيد ما كان لا زوال مكان إذا ثبت هذا فنقول وصف كونه مبتدأ يقتضي الرفع وحرف إن يقتضي النصب ولكن المقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجهين أحدهما أن وصف كونه مبتدأ صفة أصيلة للمبتدأ ودخول إن عليه صفة عرضية والأصل راجح على العارض والثاني أن اقتضاء وصف المبتدأ للرفع أصلي واقتضاء حرف إن للنصب صفة عارضة بسبب مشابهتها بالفعل فيكون الأول أولى فثبت بمجموع ما قررنا أن الرفع أولى من النصب فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من أصل الجواز ولهذا السبب إذا جئت بخبر إن ثم عطفت على الاسم اسما آخر جاز فيه الرفع والنصب معا الوجه الرابع في الجواب قال الفراء هذا أصله ذا زيدت الهاء لأن ذا كلمة منقوصة فكملت بالهاء عند التنبيه وزيدت ألفا للتثنية فصارت هذا وعلامة التثنية وهي الألف والنون فصارت هذا فاجتمع ساكنان من جنس واحد فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لأن أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل أنقص فحذف ألف التثنية لأن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لأن عملها في ألف التثنية لا في ألف الأصل وقال آخرون الألف الباقي إما ألف الأصل أو ألف التثنية فإن كان الباقي ألف الأصل لم يجز حذفها لأن العامل الخارجي لا يتصرف في ذات الكلمة وإن كان الباقي ألف التثنية فلا شك أنهم أنابوها مناب ألف الأصل وعوض الأصل أصل لا محالة فهذا الألف أصل فلا يجوز حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول الوجه الخامس في الجواب حكى الزجاج عن قدماء النحويين أن الهاء هاهنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران وهذه الهاء كناية عن الأمر والشأن فهذا ما قيل في هذا الموضع أي في تصحيح القراءة المشهورة وهي قراءة الجمهور إن هذان لساحران ويمكن أن يقال بأن القرآن أصل النحو فمجيئها في القرآن كاف في إثبات جوازها وذلك بأن نجعل القرآن أصلا للنحو لا أن نجعل النحو أصلا للقرآن ثم نحاول أن نأتي بعلن نحوية تثبت صحة ما جاء في القرآن الكريم ومع ذلك فالنحاة اجتهدوا في هذا الأمر وإن لم يجدوا أي وجه فهذا لا يعني بطلان هذه القراءة لماذا؟ لأن القرآن هو أصل النحو والإمام نبه على هذه القاعدة في أكثر من موضع بأن القراءة المتواترة هي الأصل والنحو تبع لها وأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فهو حسن فإنما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها في الخبر لازمة واجبة وإن كانت في إن الثقيلة جائزة ليظهر الفرق بين إن المؤكدة وإن النافية قال الشاعر وإن مالك للمرتجى إن تضعضعت رحى الحرب أو دارت علي خطوب وإن مالك إن الخفيفة هنا وما بعدها مرفوع وإن مالك للمرتجى وجاءت اللام في خبرها للتفريق بينها وبين إن النافية وإن مالك للمرتجى إن تضعضعت رحى الحرب أو دارت علي خطوب وقال آخر إن القوم والحي الذي أنا منهم لأهل مقامات وشاء وجامل يعني في إن الثقيلة يجوز مجيء اللام ويجوز حذفها أما مع إن الخفيفة فاللام لازمة لماذا؟ للتفريق بينها وبين إن النافية قال الجامل جمع جمل إن القوم والحي الذي أنا منهم لأهل مقامات وشاء وجاملي الجامل جمع جمل وهنا قال إن القوم لأهله فجاءت اللام في خبر إن المثقلة أو الشديدة جوازاً فيجوز حذفها أما مع إن الخفيفة فيلزم مجيئها للتفريق بين إن الخفيفة التي هي للتأكيد وإن النافية ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كما يعملها تامة اعتباراً بكانة فإنها تعمل وإن نقصت في قولك لم يكن لم يكن هنا عاملة مع أن كان ناقصة من حيث اللفظ لأن أصلها يكون لبقاء معنى التأكيد لماذا عملت لبقاء معنى التأكيد وإن زال الشبه اللفظي بالفعل لأن العبرة للمعنى وهذه اللغة تدل على أن العبرة في باب الإعمال الشبه المعنوي بالفعل وهو إثبات التوكيد دون الشبه اللفظي كما أن التعويل في باب كان على المعنى دون اللفظ لكونه فعلاً محضى وأما اللغة الظاهرة وهي ترك إعمال إن الخفيفة فهي دالة على أن الشبه اللفظي في إن الثقيلة أحد جزئي العلة في حق عملها وعند الخفة زال الشبه فلم تعمل بخلاف الكون فإنه عامل بمعنى لكونه فعلاً محضى ولا عبرة للفظه إذن يقول وأما اللغة الظاهرة وهي ترك إعمال إن الخفيفة فهي دالة على أن الشبه اللفظي في إن الثقيلة أحد جزئي العلة في حق عملها وعند الخفة زال الشبه فلم تعمل إن الخفيفة بخلاف الكون فإنه عامل بمعناه لكونه فعلاً محضى ولا عبرة للفظه المسألة الثانية أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوة حكى عنهم ما أظهروه ومجموعه يدل على التنفير من موسى عليه السلام ومتابعة دينه فأحدها قولهم هذان لساحران وهذا طعن منهم في معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة في التنفير عنه لما أن كل طبع سليم يقتضي النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر ومن حيث إن الإنسان يعلم أن السحر لا بقاء له فإذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف نتبعه فإنه لا بقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه وثانيها قوله يريدان أن يخرجاكم من أرضكم وهذا في نهاية التنفير لأن المفارقة عن المنشأ والمولد شديدة على القلوب وهذا هو الذي حكاه الله تعالى في قوله قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وهذا هو الذي حكاه الله تعالى عن فرعون في قوله قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى وكأن السحرة تلقفوا هذه الشبهة من فرعون ثم أعادوها وثالثها قوله ويذهب بطريقتكم المثلى وهذا أيضا له تأثير شديد في القلب فإن العدو إذا جاء واستولى على جميع المناصب والأشياء التي يرغب فيها فذلك يكون في نهاية المشقة على النفس فهم ذكروا هذه الوجوه للمبالغة في التنفير عن موسى عليه السلام والترغيب في دفعه وإبطال أمره وها هنا بحثان البحث الأول قال الفراء الطريقة معناها الرجال الأشراف الذين هم قدوة لغيرهم يقال هم طريقة قومهم ويقال للواحد أيضا هو طريقة قومه وجعل الزجاج الآية من باب حذف المضاف أي ويذهب بأهل طريقتكم المثلى وعلى التقديرين فالمراد أنهم كانوا يحرضون القوم بأن موسى وهارون عليهم السلام يريدان أن يذهبا بأشراف قومكم وأكابركم وهم بنوا إسرائيل لقول موسى عليه السلام فأرسل معنا بني إسرائيل وإنما سموا بني إسرائيل بذلك لأنهم كانوا أكثر القوم يومئذ عددا وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة المثلى وكل حزب بما لديهم فرحون ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرئاسة البحث الثاني المثلى مؤنثة لتأنيث الطريقة لأنها جاءت وصفا للطريقة واختلفوا في أنه لما سمي الأفضل بالأمثل فقال بعضهم الأمثل معناه الأشبه بالحق وقيل الأمثل معناه الأوضح والأظهر ثم إنه تعالى لما حكى عنهم مبالغتهم في التنفير عن موسى عليه السلام والترغيب في إبطال أمره حكى عنهم أنهم قالوا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا قرأ أبو عمر فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم يعني لا تدعوا شيئا من كيدهم إلا جئتم به دليله قوله فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى وقرأ الباقون فأجمعوا بقطع الألف وكسر الميم وله وجهان أحدهما قال الفراء الإجماع الإحكام والعزيمة على الشيء يقال أجمعت على الخروج كما يقال أزمعت والثاني بمعنى الجمع وقد مضى الكلام في هذا عند قوله تعالى في سورة يونس عليه السلام فأجمعوا أمركم وشركاءكم قال الزجاج ليكن عزمكم كلكم كاليد مجمعا عليه لا تختلفوا وقوله ثم أتوا صفا ذكر أبو عبيدة والزجاج وجهين أحدهما أن الصف موضع الجمع والمعنى إيت الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم والمعنى أتوا مصلا من المصليات أو كان الصف علما للمصلى بعينه فأمروا بأن يأتوه والثاني أن يكون الصف مصدرا والمعنى ثم أتوا مصطفين مجتمعين لكي يكون أنظم لأمركم وأشد لهيبتكم وهذا قول عامة المفسرين وقوله وقد أفلح اليوم من استعلا اعتراض يعني وقد فاز من غلب فكانوا يقرون بذلك على أنفسهم فيما اجتمعوا عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى اعلم أنه لما تقدم ذكر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضا قوله ثم أتوا صفا صار ذلك مغنيا عن قوله فحضروا هذا الموضع وقالوا إما أن تلقي صار مغنيا عن ذلك لدلالة ما تقدم عليه وقاله إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى معناه إما أن تلقي ما معك قبلنا وإما أن نلقي ما معنا قبلك وهذا التخيير مع تقديم موسى عليه السلام في الذكر حسن أدب منهم وتواضع له فلا جرم رزقهم الله تعالى الإيمان ببركته ثم إن موسى عليه السلام قابل أدبهم بأدب فقال بل ألقوا أما قوله بل ألقوا ففيه سؤالان السؤال الأول كيف يجوز أن يقول موسى عليه السلام بل ألقوا فيأمرهم بما هو سحر وكفر لأنهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسى عليه السلام كان كفرا والجواب من وجوه أحدها لا نسلم أن نفس الإلقاء كفر ومعصية لا نسلم أن نفس الإلقاء كفر ومعصية لأنهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن يظهر الفرق بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول وهو موسى عليه السلام كان ذلك الإلقاء إيمانا وإنما الكفر هو القصد إلى تكذيب موسى عليه السلام وهو عليه السلام إنما أمر بالإلقاء لا بالقصد إلى التكذيب بل ليظهر الفرق بين المعجز وبين السحر فزال السؤال وثانيها أن ذلك الأمر كان مشروطا والتقدير ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أي إن كنتم قادرين وثالثها أنه لما تعين ذلك طريقا إلى كشف الشبهة صار ذلك جائزا وهذا كالمحق إذا علم أن في قلب واحد شبهة وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة في قلبه ولا خرج بسببها عن الدين فإن للمحق في مثل هذه الحالة أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن يجيب عنها ويزيل أثرها عن قلبه فمطالبته بذكر الشبهة لهذا الغرض تكون جائزة فكذا هاهنا ورابعها ألا يكون ذلك أمرا بل يكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع منه لكي ينكشف الحق وخامسها أن موسى عليه السلام لا شك أنه كان كارها لذلك الوجه الخامس في الجواب أن موسى عليه السلام لا شك أنه كان كارها لذلك ولا شك أنه نهاهم عن ذلك بقوله ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وإذا كان الأمر كذلك استحال أن يكون قوله أمرا لهم بذلك لأن الجمع بين كونه ناهيا وآمرا بالفعل الواحد محال فعلنا أن قوله غير محمول على ظاهره وحينئذ يزول الإشكال السؤال الثاني لما قدمهم في الإلقاء على نفسه مع أن تقديم استماع الشبهة على استماع الحجة غير جائز لما قدمهم في الإلقاء على نفسه مع أن تقديم استماع الشبهة على استماع الحجة غير جائز فكذا تقديم إيراد الشبهة على إيراد الحجة وجب أن لا يجوز لاحتمال أنه ربما أدرك الشخص الشبهة ثم لا يتفرغ لإدراك الحجة بعده فيبقى حينئذ في الكفر والضلال وليس لأحد أن يقول إن ذلك كان بسبب أنهم لما قدموا موسى على أنفسهم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدمهم على نفسه لا يقال هذا لأن أمثال ذلك إنما يحسن فيما يرجع إلى حظ النفس فأما ما يرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز والجواب أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فما كان به حاجة إلى إظهارها مرة أخرى والقوم إنما جاءوا لمعارضته فقال عليه السلام لو أني بدأت بإظهار المعجزة أولا لكنت كالسبب في إقدامهم على إظهار السحر وقصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز ولكني أفوض الأمر إليهم حتى أنهم باختيارهم يظهرون ذلك السحر ولكني أفوض الأمر إليهم حتى أنهم باختيارهم يظهرون ذلك السحر ثم أنا أظهر المعجز الذي يبطل سحرهم فيكون على هذا التقدير سببا لإزالة الشبهة وأما على التقدير الأول فإنه يكون سببا لوقوع الشبهة فكان ذلك أولى وأما قوله فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ففيه مسائل المسألة الأولى قال ابن عباس رضي الله عنهما فألقوا حبالهم وعصيهم ميلا من هذا الجانب وميلا من هذا الجانب فخيل إلى موسى عليه السلام أن الأرض كلها حيات وأنها تسعى فخاف فلما قيل له ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي أعظم من حياتهم فلما قيل له ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا هي أعظم من حياتهم ثم أخذت تزداد عظما حتى ملأت الوادي ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنبها بطرف القبة ثم هبطت فأكلت كل ما عملوا في الميلين والناس ينظرون إليها لا يحسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت نحو فرعون لتبتلعه فاتحة فاها ثمانين ذراعا فصاحب موسى عليه السلام فأخذها فإذا هي عصا كما كانت ونظر السحرة فإذا هي لم تدع من حبالهم وعصيهم شيئا إلا أكلت فعرف السحرة أنه ليس بسحر وقالوا أين حبالنا وعصينا لو كانت سحرا لبقيت فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون المسألة الثانية اختلفوا في عدد السحرة قال القاسم ابن سلام كانوا سبعين ألفا مع كل واحد عصا وحبل وقال السدي كانوا بضعة وثلاثين ألفا مع كل واحد عصا وحبل وقال وهب كانوا خمسة عشر ألفا وقال ابن جريج وعكرمة كانوا تسعمائة ثلاثمائة من الفرس وثلاثمائة من الروم وثلاثمائة من الإسكندرية وقال الكلبي كانوا اثنين وسبعين ساحرة وقال الكلبي كانوا اثنين وسبعين ساحرة اثنان منهم من القبض وسبعون من بني إسرائيل أكرههم فرعون على ذلك واعلم أن الاختلاف والتفاوت واقع في عدد كثير وظاهر القرآن لا يدل على شيء منه والأقوال إذا تعارضت تساقطت المسألة الثالثة قال صاحب الكشاف يقال في إذا هذه إذا المفاجأة إذا هنا إذا المفاجأة والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصبا لها وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن يكون الناصب لها فعلا مخصوصا وهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غير فتقدير قوله تعالى فإذا حبالهم وعصيهم تقديرها ففاجأ موسى وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم وهذا تمثيل والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي انتهى كلام الزمخشري يقول أبو حيان وأما قوله والمعنى على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي فهذا بعكس ما قدر بل المعنى على مفاجأة حبالهم وعصيهم إياه فإذا قلت خرجت فإذا السبع فالمعنى أنه فاجأني السبع وهجم ظهوره لا أني فاجأته المسألة الرابعة قرئ عصيهم بالضم وهو الأصل والكسر إتباع نحو دلي ودلي وقسي وقسي وقرئ تخيل بالتاء المنقوطة من فوق بإسناد الفعل إلى الحبال والعصي وقرئ يخيل بالضم بلياء المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أن يخيل إليه سعيها المسألة الخامسة ألهاء في قوله يخيل إليه كناية عن موسى عليه السلام والمراد أنهم بلغوا في سحرهم المبلغ الذي صار يخيل إلى موسى عليه السلام أنها تسعى كسعي ما يكون حيا من الحيات لا أنها كانت حية في الحقيقة ويقال إنهم حشوها بما إذا وقعت الشمس عليه يضطرب ويتحرك ولما كثرت واتصل بعضها ببعض فمن رآها كان يظن أنها تسعى وأما ما روي عن وهب أنهم سحروا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حتى تخيل ذلك واستدل وهب بقوله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس وبقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ما قاله وهب غير جائز لأن ذلك الوقت ووقت إظهار المعجزة والأدلة ووقت إزالة الشبهة فلو صار موسى عليه السلام بحيث لا يميز الموجود عن الخيال الفاسد لم يتمكن من إظهار المعجزة فحينئذ يفسد المقصود فإذن المراد أنه شاهد شيئا أن موسى عليه السلام شاهد شيئا لو لا علمه بأنه لا حقيقة لذلك الشيء لظن فيها أنها تسعى وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية السادسة والستين ونقف عند الآية السابعة والستين وهي قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين